موسيقى السلام عليكم السلام عليكم مرحبا بكم معي واجر مبروكة رمضان مبارك سعيد والله يدخل عليكم الصحة والسلامة وبالنسبة للوصفة اليوم كيف تشاهدون السبانخ والخوماج اللي سنحاول في هذا الفيديو نشارك معكم مجموعة من الأسرار التي نستعمل أنا شخصيا والمكوين لكي لا تردقوا لي في المقلاء لأنهم بالصح ونشاء الله سوف ندخل المقادر والطريقة على بركة الله سوف نحتاج فيها ربطات السبانخ ولكن السبانخ لا تحتاج لهم وكيف لا تلاحظوا فأنا قطعتهم غير بيدي على جوجة ثلاثة لأن السبانخ يطيبون ودغية ينزلون يعني لا تحتاج لهم قطعهم بالنسبة للعروشة اللي يبقى لنا السباني خالبنات أنا ما كان لحوم كان نغسلهم جيدا ومن بعد كان نطحنهم في الحليب وكان نصفي ذلك الحليب وكان نطحن فيه لافوكة وكان ندير بعصر يعني كان نأخذ غير الفائدة ومن بعد كان نصفيهم كان نحتاج كذلك مئتين جرام من الجبن ممكن تستعملوا أي جبن عندكم أنا استعملت هنا يا ريكوتا لأنها تكون زوينة وما كتدوبش بزاف وكتخلي هادو كلي سيقاغ ما كيترتقوش كان نحتاج تقريبا مئة جرام دي المدة غير لا محكوكة هنا عندي جوج دي البورو هذا غير حيث تجابوا ليانونو من الجردابيو ولكن ممكن تستعملوا جوج دي البصلات كبارين يكونوا مشلدين كان نحتاج 4 قطع من الفخوماج المثلات والمربع وخاك يضحك نراسيرة من المثلات عرفناها من شريكة وكان نحتاج شوية الملحة وشوية السيبولات شوية البزار وجوج دي التومات محكوكين إذا كنت نأخذوا واحد المقلة ندروا فيها تقريبا 1-4-5 المعلقة من بعد نضيفهم البورو أو البصلة اللي متوفر عندكم نخلطهم جيدا ومن بعد نضيفهم السبانيخ وكيف كنت تعرفوا بأن السبانيخ لديهم حجم كبير ولكن إن فقط تقسهم العافية كي يصغل حجم لأن السبانيخ لهدف أننا نخرج منهم هذا الماء اللي هو سبب من الأسباب اللي كي يخلوا أن البريوات دينا يترطقوا لنا في الزيت أو الفران إذا سنصبروا واحد شوية ونحركوا في هذا السبانيخ حتى نحسوهم بأن هم فعلا نشفو تماما من الماء وكيف ما لاحطوها البنات راه مدرش الملحة من الأول فهذه المرحلة فهذه نضيف الملحة لأنه هو كي يشوف الحجم كبير السبانيخ ويضع ملحة بزيد وكي يجوه دينا دينا ملحة والبزار الحشوة طبط كيف ما كتشوفون نشفت من الماء وده ان شاء الله سننجزوا المرحلة الثانية من بعد موجدتنا الحشوة نضيف واحد زلفة ونجعلها حتى كدفة ممكن المكونات الأخرى من الحشوة بردت نضيف لها بطاطا ايها البنات انا نضيف بطاطا لأنه كمية السبانيخ ونضيف كثيرا مع الفرماج كمية قليلة ونضيف بطاطا ونضيف هذه الحشوة وصراحة لا يوجد خماج و بطاطا هي التي تجعل صغيرا لا يترطق في المقلق ونضيف الأجمال التي توجد هي ريكوتا ومودزغيلة وخماج المتلة ومربع وموهما تستعملوا مالح ومالح لتكتر الملحة لكم ومن بعد نضيف سيبوليت لا تطيبتها ونضيف هذه كمية سيبولة ونضيف حتى تجنسل هذه الحشوة لدينا كيف لا ترى لدي ورقة شينوة ورقة البلدية ورقة لدينا ورقة لدينا ورقة تستعملها في وصفة ورقة هنا قليلا من الماء ورقة البلدية ورقة ورقة لدينا لدينا اذا نأخذ الحشوة ونقص بلدينا لأن الحشوة تكون تلصق و ترون ونضيف القنط ووضع فوق الحشوة ويكون مقامل مع القنط هنا نبدأ نضيف القناة بجوج على الحشوة بطريقة المهم يجب لأن هذه المثلة يكون مقادة جواء ونقص ونضيف حشوة الماء ونضيف في القنط ونضيف الماء ونضيف الصغار ونضيف طريقة بسيطة ونضيف مرحلة القلي ونضيف مقلد الزيت ونضيف يكون سخون لأن البلدية يجب المهيلة ونضيف من الأحسن يكون أكثر قليلا قبل أن يزيج المهيلة ونضيف سيقر يضيف المهيلة ونضيف ونضيف الورقة ونضيف ونضيف الورقة قصحت من الجهة الأولية ونضيف الفرماج لأن الورقة قصحت ونضيف ونضيف المهيلة ونضيف المهيلة ونضيف الورقة قصحت من جميع الجوانب ونضيف الحشوة من الورقة بالنسبة للبنات الذين يستعملون الفران يكون سخون من قبل ونضيف حرارة 200 ونضيف ونضيف مهيلة من شخص في الورقة ونضيف وإن الصلاة لا يمكن اضافة من الزج ونضيف مهم ونضيف من الورقة لنضيف أو مهيلة أو في الفران ونضيف ونضيف لنضيف ونضيف لكي أخبركم بأن السيجارة توحدة فيهم الرطقات والفرمجرة ما خرج منه على حسابي السيجاري وجدو والوصفة لي سهلات كنتمنى أن هذه الوصفة تكون عجباتكم وتجربوها وكيف ما كان قول ديما تبرتجيوها معايا في الانستغرام لأنني كنفرح بزاف من اللي كتجربوا الوصفة ديالي وكتقولوا راكي صدقو شكرا لكم بزاف على اتقاد ديالكم وان شاء الله نتلقاوا في وصفة جديدة بلما نوصيكم مشي تعليق وشي جيم وما تنسوش تبرتجيو لفيديو ديالتي مع الأصدقاء ديالكم وكان حماق عليكم